اشتركوا في القناة عمل ايه؟ الحقيقة انه نزل بورست لطيف جداً صورة جميلة زي ما حضراتكم شايفين متصورها جم سيدة مصرية فاضلة بتعمل عيش لكن هو راح لأبعد من اللقطة الجميلة وحتى ما تكلمش على طعم العيش حلو ولا هو حلو طبعاً احنا كلنا عارفين يا قومة تشوفوا أصلاً ريئك بيجري لكن الفكرة انه كولير في البورست بتاعه كتب عليه القاتي قال منذ ألاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدراً للحياة حتى في اللهجة المصرية تستخدم كلمة عيش بمعنى خبز عيش يعني عيش الحياة للإشارة إلى الحياة ده اللي بيقوله في البورست بتاعه اللي كتبوا بالعربي وكتبوا بالإنجليزي وكتبوا بالأسباني على ما أظنه هو الألماني ده ولا إيه؟ ما علينا مهم سويسري طبعاً شانه هو سويسري فبيكمل بقى وبيقول زي الخبز العيش انك تعيش يعني يتطلب الأمر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق أهدافك وبعدين كتب وقال المصريون يقولون أكلت معاك عيش وملح؟ أي نبقى دائماً على العهد كأخوة وأخوات إلى الأبد اللقطة جميلة سواء الصورة أو المضمون اللي كتب عنه في تعليقه على هذه الصورة أو إنه كتبه كمان باللغة العربية وبالإنجليزية وباللغة السويسرية فبالتالي المتابعين اللي غير مصريين لما يشوفوا الموضوع ده ويشوفوا القصة ويشوفوا الحبكة اللي هو حبكها من رغيف عيش كان قاعد بيتخبز جنبيه يعني لطيفة جداً عشان كده التعليقات بقى انهالت على البوش ده من الأهلوية ومن غير الأهلوية كمان المعجبين باللقطة فدي كانت من اللقطات اللي حبينا نستعدعيها معانا النهاردة